يغيب الرئيس هادي طويلاً ويفتقده اليمنيون في مواجهة أحداث جسام لكنه لا يتأخر عن الظهور والحديث حين يتعلق الأمر بمستقبل العملية السياسية والحلول التي قد تترك تأثيراً على مركزه في السلطة بعد أيام من انعقاد مؤتمر المشاورات اليمنية اليمنية التي غاب عن جلستها الافتتاحية التقى الرئيس هادي بالمتشاورين على مأدبة عشاء رمضانية ألقى خلالها كلمة وجه من خلالها عدة رسائل كان أولها إعلانه التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية توقيت اللقاء جاء بعد إعلان المجلس الانتقالي رفضه للمرجعيات الثلاث للعملية السياسية في اليمن حيث قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح إن هذه المرجعيات وما يشابهها لا تعني الجنوب في شيء وليس بمقدورها أن تقدم للجنوبيين حلولا لقضيتهم السياسية والحديث عن التمسك بها هو طرح للإستزاز فقط هدفه إفشال أي عملية سلام قبل أن تبدأ إعلان المجلس الانتقالي الممول إماراتيا رفض المرجعيات الثلاث بالتزامن مع العقاد المشاورات التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض يفتح علامات استفهام بشأن توحد الموقف الخليجي تجاه مستقبل الحل السياسي للأزمة في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر